اشتركوا في القناة ويعظموه ويحترموه ويراعوا الحرمة ولا يصيدوا يوم السبت حرمة يوم السبت لا تنتهك بالصيد وابتلاهم وابتحنهم فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا طافية على وجه البحر ما تحتاج عناء كبير في الصيد ويوم لا يسبتون أحد اثنين جمعة غير السبت لا تأتيهم تذهب داخل البحر صبروا أبدا ولا بالتحايل حفروا الحفر نصبوا الشباك يوم الجمعة سحبوها يوم الأحد ما صدنا يوم السبت ابتلاهم الله وقال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون هذا التحايل الفسق هذا اعتداء قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت إيش النتيجة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا هذه القرية التي موسق أهلها إلى قردة من بني إسرائيل جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما أمامها وما وراءها من القرى الأخرى وفي المكان في الزمان وموعظة للمتقين هذا للتحذير من التحايل على الشريعة ترجمة نانسي قنقر